ورادس هناك ده الملعب زي ما انتم شايفين ملعب بيحس كل نجوم النادي الاهلي ان هو استاد القاهرة او استاد برج العرب يعني الناس كلها يعني مش غريب عليها خالص حتى الجمهير بيتعرفة حتى الجمهير بيتعرفة مكانها صلاح محسن احمد فتحي من شوية عمر السلية الحمد لله موجود وشارك في التدريب المبارح وان شاء الله يكون له اشتراك بكرة كريم ندفت علي لطفي مجموعة كبيرة طبعا كواليس خاصة بالنادي الاهلي ولقطات خاصة بقناة النادي الاهلي حصرية بالتأكيد مش هتشوفها مش هتشاهدها غير هنا الحاجة اللي بتطلع على طول من هناك عن طريق كريم احمد عن طريق محمد دكروري عن طريق كل البعثة اللي موجودة المصورين وكل الناس اللي مسافرة بعثة الاعلامية والخاصة بقناة النادي الاهلي بنشكرهم عليها اكيد علي معلول ملعب صال وجال فيه مع منتخب تونس كابتا محمود الخطيب رئيس البعثة ورئيس النادي الاهلي وده يديلك مؤشر اهمية اللقاء ومدى التركيز فيها ومدى كمان اهميتها بالنسبة للبعثة كلها الجهاز بيجتمع حاجة متعارف عليها بشكل كبير جدا في المباراة اللي زي كده ممكن كمان يكونوا قاعدين في قوضة قبل ما يروح للستاد يتكلم مع بعض في تفاصيل التدريبة في تفاصيل المباراة بالتشكيلة المتوقعة للفرقة الاخرى ابرز العناصر عندها ازاي هنشوفها ازاي هنتعامل معاها ازاي السيناريوهات المتغيرة والاحداث المتغيرة في اللقاء وده طبيعي جدا المداري بعبارة عن الغاز بحاول انه هو او المبراء عبارة عن الغاز المداري بيحاول انه هو يفكها يفك رموزها وما اصعب ذلك لما يكونوا مباراة مباراة كبيرة او مع فرقة كبيرة وزد من الصعوبة كمان صعوبة انا لما يكون خارج الارض وخارج الديار وامام جمهور متعطش جدا 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 ومتحمس جدا لفرقته وده حقهم مفيش مشكلة لكن من اجمال الحاجات اللي بتشوفها الترجل والاهلي اوالاهلي والترجل هنا او هناك إن بعد اللقاء بتلاقي الجو جميل جدا 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 يعني أثناء اللقاء هي دي كرة القدم الحقيقية فعايز تعرف عنوان لكرة قدم حقيقية إفريقية قولي الأهل والترجي على طول منافسة عنيفة جدا داخل الملعب والمستطيل الأخضر لكن بعدها كل الاحترام والتأدير للفرق الأخرى والمنافس الآخر وهو كمان نفس الكلام يعني مين كسب مين خسر دي أحداث مباراة بظروفها بكل ما فيها من متغيرات مش مشكلة نفسنا ننقل الموضوع ده عندنا هنا في مصر نفسنا يبقى نفس المفهوم ده ونفس الفكر ده عندنا هنا في مصر يعني أثناء التسعين ديه اللي قادر يكسب يكسب ألف ألف مبروك التوفيق حليفه مبروك التوفيق مش حليف فرقة تانية خلاص تتعوض في ميادين أخرى أو في ملاعب أخرى التدريبة بدأت زي ما انتوا شايفينها هي يعني طبعا الكلام ده من شوية يعني وفي فرق ساعتين ما بيننا وما بين تونس يعني هنا دولئة 11 و10 مثلا أو 11 وربع هناك 9 وربع 9 وربع يعني الكلام ده ممكن يبقى من ساعة بس أو نص ساعة فاتت بس لأنه هو كمان المباراة بكرة بتوقيتنا الساعة 7 يعني عندهم الساعة 9 التمرية دي كانت عندهم الساعة 7 يعني كانت عندنا إحنا الساعة 9 يعني الكلام ده من حوالي ساعتين فأول بول على طول بنتواصل مع حضراتكم أقول لكم بعد الأخبار وبعد كده نكمل فقرات برنامجنا النهاردة أو أحداثه يعني محاضرة فيديو وده معتاد برضو المدير الفني بيتفرج على كل مباريات أو معظم المباريات الخاصة بالتراجي مواقف اللعب، الدربات السابتة، بداية هجمات، تحول من دفاع الهجوم، تحول من دفاع من هجوم لدفاع كل الحاجات المميزة أبرز العناصر بيشوفها بشكل فردي كده مع الجهاز الفني بتاعه بيشوف كمان بيدي حاجات معينة لكابتن سامي أمسون، حاجات معينة لكابتن محمد يوسف، حاجات معينة للمدربين